يشهد تخصص البيطرة ولوجا كبيرا من قبل الطلبة وهذا نظرا لطبيعة التكوين فيه وفرص العمل التي يمنحها هذا الأخير نعم شيب لمياء بيطرية متخرجة اقتحمت المجال هي اليوم مسيرة لمزرعة بيداغوجية تقوم بتكوين طلبة البيطرة وحنان هارون تعرفنا في هذا البورتري بمساهمة السيدة لمياء في عالم البيطرة نتابع هي طبيبة بيطرية متخرجة من المدرسة الوطنية العليا للبيطرة اختيارها لهذه المهنة جاء قناعة منها بأهمية هذا المجال مؤهلات اكتسبتها في مشوارها جعلتها اليوم مسيرة لمزرعة بيداغوجية هي الوحيدة على المستوى الوطني عندي تقريبا عشرين سنة خبرة هنا الدوري في المزرعة هو أولا دور تسيير يتمنى لنسيير المزرعة وتاني دور واحدة أخر اللي هو يأسيستي الانترنت متع الافير متخصيات سانيتار اكترا تالي 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 نكونو ونقطرو بأعزم لدينا تلميدي تالي المدرسة البيطرية يجل هنا بشيو تالي 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 يعد تخصص الطب البيطر من أهمي وأبرز التخصصات الموجودة في الجامعات العالمية كما يعد من التخصصات المميزة والتي يسعى لدراستها عدد كبير من الطلاب وهذا ما تقف عليه البيطرية شاي بلميا في تكوين الطلبة نحن صبت قاعدة صبنا قاعدة صبنا التشجيع وصبنا الدعم وصبنا الموايا وصي سوق بلاس نحن يعدنا هكذا كاش كما يقولوا ديزي سباس ما لذان يموهنا وشتعدنا لذان يموه دومستيك ريدها ومكانهم في شارك اختنا زبان فارس نحن لذان يموهنا كأبقار والماعيز والكيباش والوز والبط يوجه نستناه كأين الثاني وضعنا كأين لدينا أخرى بشيء للفتر باهم نحن أن七نتصة لم يكن هناك عادة على الأزراج لتطوير إلى تداية لا يجب أن يخافوا لأنه يجب أن يخافوا بعض الناس يقولون أننا لم يكن لدينا خدمة لم يكن لدينا شيء يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب بخطوات ثابتة وبرؤى واضحة المعالم تدرس لمياء شايب كيفية التعامل مع الحيوانات بشكل صحيح وتقديم العلاج وتسيرها لهذه المزرعة مبادرة في ترسيغيا للأجيال الصاعدة